أهل ففروك الاتحاد النقاط والفوز والصدارة هارد لك للنصر أبو تركي أولا نبارك الاتحاد الفوز طبعا مباراة مهمة جدا في مشوار التنافس اللي بين الفريقين أنت قلتك في مقدمة البرنامج كلام منطقي المباراة تكتكية ما فيها هذا الشيء الفني العالي كما توقع نتائجة الضغط وحرص الفريقين ولكن الشيء الجميل الحضور الجماهيري يشكل المباراة الدولي السعودي ومن ثلاثة أربع العالم يشاهدها لوجود واحد من أعظم اللاعبين العالم اللي هو رونالدو أنا أقول مباراة مثل هذه لما يطغى عليها التكتيك اللازم والحذر تيجي دور اللاعبين والمبادرات مبادرة اللاعبين اللاعب اللي عنده حلول هو من يحسم طبيعي أن الاتحاد كان أفضل بمراحل من النصر أولا ليتكامل عناصره بعكس النصر اللي عنده غيابات ولكن هذا ليس طبعا مبرر أنا أقول يعني مشخص واقع صائر الفرق بين النصر والاتحاد اليوم أنه اللاعبين عندهم مبادرات عندهم حلول سواء من حارس إلى رأس إلى رأس الحربة بعكس النصر مهما عمل مدرب إذا ما فيه مبادرة إذا ما فيه حضور ذهني ما يمكن يعني روماريو هو رجح كفة الاتحاد لأنه لاعب بالفعل لاعب مباريات حسم بعكس اللاعبين الموجودين في النصر ما كان فيه أي مبادرة أو حماس يعني يرجح الكفة النصر بدأ فنيا بانضباطية وبواقعية تحسب للمدرب ولكن في الشرط الثاني وفي دقائق معينة فقد النصر السيطرة قد يقول المدرب طبيعي كثير كلام مدرب أخطى أبعد لكن هذا ما يلغي تفوق الاتحاد منطقيا فنيا الاتحاد كان هو المرشح وهو الأفضل داخل الملعب النصر قدم إلى آخر خطرة ولكن بعض اللاعبين بعض اللاعبين وليس الكل يتقدم موجهة نظر رونادو كان مفترض رونادو اللاعب الكبير إضافة يرجح كفة صحيح لاحت لفرصة ربما ما جده فرص ولكن رونادو مفترض يكون دوره أكبر أكبر لأنه رونادو فكان العشم من الجماهير نصراوين يكون حارضون رونادو أفضل أضف إلى ذلك أنه الاتحاد عنده حارس مرمى متمكن قلناها يعني عشرات المرة عنده حارس مرمى يمنح الثقة الخط الدفاع والوسط والهجوم لما تلتفت وراك قروهي تأكد أنه الفريق يعني في أفضل حالاته نفسية ألف مبروك الاتحاد هارض لك النصر الدولي لا زال طويل بقية ثلاثين نقطة والتراوس حيستد ولكن أنا موجهة نظري أن الاتحاد والنصر سيستمر في السباق والحسن في يكون في آخر الجولات شكرا